اللي قدامك ده ليونيل ميسي هو عنده سبع سنين انا عايزك تتفرج على اللقطة دي وبعدين نحكي عليها لك انت تخيل طفل عنده سبع سنين عنده وعي في فكرة الاسكان يا رجل ده احنا عندنا لعيبة عندها 30 سنة متعرفش عن ايه اسكان اصلا ميسي هنا كان عنده وعي انه لازم يعمل اسكان ويرصد الملعب قبل ما يستلم الكورة عشان يشوف فيه لعب وراءه لا لأ وبالتالي القرار اللي يتاخد بعد كده يبقى مبني على الاسكان ده خد التشميسة دي عم ما انا شايفك اساسا من قبل ما استلم وميسي بيحط الجون الجامد ده وهو عنده سبع سنين تعال انا نكبر شوية بقى الاسكان ما بيروحش مع الزمن وانص انك ادركته فترة زمنية معينة هو كده كده معاك لانها مهارة مكتسبة ادي اول اسكان قرى لسه ما تلعبتش اه ادي تاني اسكان وقرى لسه ما تلعبتش ميسي عمال ياخد في معلومات عشان يحدد القرار اللي هياخده اول ما يستلم على طول شايفي هنا يديله القرى بعد ثلاث اسكان على طول اول ما ميسي هيستلم هو عارف هو يعمل اي اساسا خلاص هو عمل قراره وهو بيعمل اسكان بص هنا اللمسة الاولى بالنسبة لميسي هو بسبب الاسكان قدر يحدد موضع المدافع ده نفسه وكان عارف امتى هيدريبل بالكورة وكان عارف اتجاه الدريبلنج نفسه اللي بيحدد المساحة نفسها المفروض يزوئي فيها الكورة تعالا نكبر شوية ونخش بعد سن التلاتين وانهاء كاس الابطال ما بين الارجنتين وايطاليا ميسي هنا بيستخدم لغة الجسد مع اللعب اللي هلعب رمية التماس بيقوله استنى انا جاي لك اهدع لها شوية عشان انا هعمل حاجة هعمل ايه هعمل اسكان ببص على الملعب انا عايز اتحرر من الضغط فريق ايطاليا كله جاي بيراحل الضغط في الجبهة اللي بتلعب فيها رمية التماس فانا عايز اتحرر من الضغط ده كله عملت اسكان عشان اشوف مين الناحية التانية فتح الملعب في مساحة وعلى طول بعمل القرار اللي هو الوان تاتش ده بناءا على الاسكان اللي انا عملته طب ايه السرعة دي عم ميسي ايوما انا لمحت لعب فتح الملعب الناحية التانية في مساحة قصارت ييجي ست سبع لعيبة عاملين ترحيل للضغط في جبهة معينة وفتحت على الجبهة التانية وبلمسة واحدة بس وحررت فريق من الضغط بس اللي اسكان ممكن يديه قرارات عاملة ازاي